تعد صناعة التحف والتماثيل الخشبية بأشكالها المختلفة من الصناعات التراثية والشعبية الرائجة في الأراضي المقدسة وهي حرفة يرتبط تاريخها في أرض الميلادي بعمر شجرة الزيتون المباركة التي تعود زراعتها لألاف السنين منذ باتنا مرلين الحدوى زارت السوق القريبة من كنيسة المهد ببيت لحم وعدت التقرير التالي من هنا تبدأ الحكاية ومن هنا تبدأ قصة يرويها التاريخ ومن هنا ترسم صورة للعائلة المقدسة ومنذ اللحظة الأولى التي تخطو فيها قدمك للأراضي المقدسة حيث رائحة الزيتون تعبق في ذاكرتك ولا تفارقها بل تزداد إصراراً لمشاهدة أجمل وأروع ما صنع الإنسان من تحف خشبية نحتت بدقة وإبداع أنا أورثت عن رحمة أبوي الخشب هذا الزيتون يعني اشتغلوا فيه أهل بيت جالة من 80 سنة والصنع هذه أخذوها من ناس كانوا يشتغلوها في عين كارم الشجرة هذه أتوقع أن عمرها من قبل الميلاد أكتر من 3000 سنة حابب أني أنحتها وأعمل فيها قصة الميلاد كلها والزيتون له ميزات كتير وكل شي فيه حلو الزيتون حتى الزيت تبعه كويس للإنسان حتى الشجر كل شي فيه حلو سبحان الله والزيتوني شجرة بالفعل مقدسة وحلو أشتغل فيها الشغلة تقريبا سهل ست سنين مع سميل لولاس وتقريبا علمني على الصنع وصنع هواية أخذتها وهينا منشتغل والله موفقنا فيها الشغلة ومن هذه الشجرة القديمة التي تزيد عمرها عن 3000 عام سوف تروي حكاية الميلاد في أرض الميلاد وتتجسد قصص الإنجيل بالحفر على خشب الزيتون في مدينة السلام التي تشتهر بصناعة القطع الخشبية وتعد هذه الحرفة عمرها بعمر شجرة الزيتون المباركة ولشجرة الزيتون مواسم وأوقات معينة يقطع فيها ليحضر لعملية النحت فالخشب الذي يقطع هذا العام يخصص لمنحوتات العام المقبل ويعد خشب الزيتون هو الأفضل لصناعة التمثيل تأتي إضافة إلى كون الخشب من شجرة مباركة وكذلك من التعريقات المتشابكة وبنية اللون بدرجات متفاوتة التي يجملها بشتغل خشب الزيتون جمال أنا وهذا تشل له من خشب الزيتون من شجرة الزيتون المباركة الخشب ومنشتغله ومنبيعه للسواحة والصد ورية وهيك والشغل يعني صار صعب شغير في الخشب وهذه الصنعة يعني المزبوط بلشت تنكرذ وفيش حدا بطل حدا يتعلمها وما حدا شرد يتعلمها يعني ما ظلش عندنا مشغلين ثلاثة اللي بشتغلوا خشب الزيتون اللي جمال بالذات لأنه شثير صعبه وما حدا شرد يتعلمه وخطره شثير تعلمت من عمامي وأولاد عمي بقوا يشتغلوا عمامي اللي شبار وتعلمت عندهم وصرت تشتغل مختص في التحافي الشرقية المكونة أكثرها من خشب الزيتون معظم الموجود عندي في الدكان يمثل الديانة المسيحية ومراحل المسيح مراحل صلبه مراحل عذابه وبالإضافة إلى قيامته وهذه كلها صناعة أكثرها صناعة من أهل بيت لحم وأهل بيت صحور وأهل بيت جالة أنا بشكر تلفزيون نور لأنه فعلا بمتعنا دائما في برامجه وصلواته ومقابلاته وهذا يعني القناة هذه بتشجع كل المسيحيين الموجودين في منطقة بيت لحم في متابعتها مرحبا أنا عجبتني هذه المغارة الحلوة وحب أشتريها وديها عندي على هيوستن وأهلا وسهلا فيكم في بلدكم في نور الساد برنامجكم حلوة وشكرا لحضوركم مغارة الميلاد تذكرنا ببداية المسيحية في وطننا العزيز حيث في بيت لحم ولد المسيح والأشغال بشكل محلي صنعوا هذه المغارة المسيح التي تشكل المسيح والرعيان ويوسف ومريم مرحلة حلوة من حياتنا المسيحية والتمثيل تمر بمراحل مختلفة تبدأ من قطع الأشجار تشفيف الخشب فرز الأخشاب بحسب الحجم الملائم لكل قطعة فنية يراد تصميمها ثم تصميم التحفة الفنية ووضعها في آلة مهمتها الحفل الأولي للحصول على شكل عام للتحفة وبعدها تأتي مهمة العمال لإكساب التحفة شكلها النهائي قبل حفها وتنعيمها ثم طلقها بمادة اللكر أو تركها على طبيعتها بشتل تخريم كريسماس وصنعة حلوة فيها مجال كثير يعني فيها تخريم كريسماس مغاير في تماثيل شغلك من النوع صر لي خمسين سنة بشتغل في المهنة هذه نحن نشتغل خشب الزيتون لشأنه مبارك من عرض مقدسة وأنا بيجو بشترو السواح برضو بباركوا فيهم دورهم وكنيسهم وبشتغل شغلي عن احتراف كل شغلي يدوي أنا بسويه على الإيد مش شغل مكنات كوبة وهيك إشي كله تماثيل والمغر بحفرهم حفر على الإيد وكل شغلية دوي وأنا صلي فوق أكثر من خمسين ستين سنة بشتر بخشب الزيتون وأنا عمري في الأيام هذه ثلاثة وسبحين سنة وأنا عمري ثمانتحاش سنة وأنا بشتر بخشب الزيتون بخشب الزيتون وهي مباركة أنا بإليه خمسين سنة بشتر بخشب الزيتون هذا بنجيبه من شقة الشمال الخشاب ونساوي منه جمال ومغر ومصحون يعني وشوف بيجي لخشب الزيتون نعمل منه وحيوانات وخيول كل شي يعني بنعمل منه بيعملوا مغر مصد شوكا بيعملوا مغر حفر وهذه يعني فيه بالناس نعمل تمثيل منه مش وسط المسيح أو هكذا لأن هذه شجرة مباركة من المسيح وهذا خشب الزيتون رمز جبل الزيتون في الكدس وجبل مبارك والزيتون في الأحد القديم اللي هو معاني كبيرة في صموده في جدوره تابته وشكرا لكم هذا المحل من جدودنا من سنة 1818 موجودين في ساحة المهد لبيع التحف الشرقية والهدايا للأجانب اللي بيجي بزوره كنيسة المهد إذا انت شاه في الجانب هذا كله أنه خشب الزيتون وفي شارع المهد القريب من كنيسة المهد تنتشر عشرات المشاغل المختصة في صناعة التحف حيث يحرص الحجاج على اقتناء قطع خشبية مصنوعة في الأراضي المقدسة والتي تحتوي على مميزات تجعل التحف المصنوعة من هذا الخشب في منتهى الجمال إحنا عائلة سخبية إحنا في أهلية نجيلة الرابع في الخشب الزيتون ورثناها أبا عن جد نشتغل في صناعة خشب الزيتون وعلمنا أجيال وأجيال وصناعة يدوية قديمة كلها نشتغلها من خشب الزيتون الأصلي تلك البلاد لأن هذه الصنعة يعني إحنا مش هدفها مادي بس هي في الروح موجودة معانا في الدم إحنا يعني منتورثها أبا عن جد دايما ونعلمها لأجيال البعض لنورسات مارلين الحدوى من مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح مهد السيد المسيح